وفعلاً في أمهات كثيرات في الكتاب المقدس اللي الله استخدمهم بقوة غير عادية بقوة يعني كانت تحدي بتاعهم على كل المستويات وفعلاً الرب بركهم ولا أنسى طبعاً في عيد الأم لا ننسى الأم المطوبة المكرمة القديسة مريم العذراء أم يسوع واجهت الرفض واجهت الإهانة طبعاً اتخيلي أن هيرودس الكبير عاوز يقتل ابنها يسوع واجهت اللجوء يعني اتطروا العيل المقدسة اتطروا يهربوا لمصر لحياتهم طبعاً في ضمن إرادة الله فاختبروا اللجوء واختبروا أنه كيف يكونوا في أرض غريبة واختبرت كمان الإهانة والسيف اللي كان بجوز في وسطها وهي عم بتشوف على الصليب كيف عم بهينوا يسوع المسيح وعم بيصخروا وعم بيستهزئوا وعم بيقتلوا فكأم اختبرت كل هالأشياء وابعتقد لما منظر لصليب يسوع المسيح كلنا منتشجع ومنتعزى من خلال اللي مرت في العيل المقدسة ده حقيقة يعني يعجبني أن هي كانت حد مليان مشاعر حقيقية طبيعية حاسة بينا قوي 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 فلما الست اللي ابنها بيموت وبنتها بتموت في الحرب في الاضطاد المطوبة حاسة بيك حاسة بالأحاسيس اللي انت عشتيها واللي انت بتجرب بيها عياطي أختي لازم تعيط لازم تبكي وده مشاعر طبيعية للمسيرة الطبيعية للحياة لكن في وسط كل ده الأبي يعلم طب أنا أعمل إيه عمليا الأبي يعلم أنا أعمل إيه عمليا أنا يتألي أنسب حاجة نقدر نعملها من غير من أن نتكلم لكن نتكلم معاه يمكن ما أقدرش أتكلم لكن محتاجة أقوله كفايا أنك أنت تعلم تعالي بقوا طبطب على جراحي وعلى مشاعري اللي هي مسحوقة سيف دخل جوايا ترجمة نانسي قنقر